اشتركوا في القناة قليل بشكل مفاجئ استقالته من تدريب ريال مدريد بعد فوزه باللقب الثالث على التوالي في دور أبطال أوروبا فإلى هناك عرفنا فترات صعبة وفي بعض الأحيان تقول أنا الشخص المناسب لازلت الشخص المناسب في الفترات الصعبة لا أنساها كذلك هناك فترات رائعة ومثل الفوز للمرة الثالثة بدور الأبطال ولكن عرفنا فترات صعبة من الموسم وذلك يجعلك تفكر ثم أعتقد أن حان الوقت أن أستقيل ربما اللعبون يحتاجون إلى تغيير وأريد أن أتوجد إلى اللعبين لأن في النهاية هم من يصارعون على الميدان والأمر ليس سهلاً بالنسبة لهم ومثل ما قلنا هو نادي متطلب جداً وهو وتاريخ النادي كبير جداً واللعبون دائماً يعيشون تحت الضغط دائماً نطلب منهم المزيد وفي وقت ما ما يمكن أن أطلب منهم أكثر من ذلك أعتقد أن وحان الوقت أن يكون هناك خطاب جديد حتى يعودون إلى الفوز مرة أغرأ بالنسبة لي جماهير ريال مادريد لا أتصور حالتهم وأعتقد أن ملامح وجه رئيس النادي تبرز هذا الإحساس لعبوا ريال مادريد هل بلغهم الخبر هل تحدثت معهم نعم هم يعلمون ذلك تحدثت معهم لم أتحدث مباشرة مع اللعبين فرداً فرداً ولكن التشكيل كامل يعرف بوصلتهم الرسالة وقد سأتحدث مع القائد سيرخو راموس قلت في عديد المرات كررت في هذه النتو الصحفية أنهم تحتاج إلى خطاب جديد هل يعني ذلك أن خطابك لم يعد نافعاً وأن طريقتك لم تعد مجد لريال مادريد وحسب اعتقادك ما هي المواصفات ربما المدرب الجديدة السؤال موجه إلى زين الدين زيدان سندخل في مرحلة ثانية ستحدث إليكم لاحقاً لا أدري لست أعتقد لست أفكر في هذه الخطابات ولكن أرى أنه قراري الشخصي ربما قد أكون مخطئاً وربما قد يعتقد البعض أنني لست على صواب ولكن بعد ثلاث سنوات أعتقد أنه وحان الوقت حتى أستقيل لا أرى بكل وضوح أننا سنواصل الفوز لأنه طيلت الموسم قد يحصل أي شيء ولكن إذا ما كانت الرؤية واضحة مثل ما أريد وأشتهي فأنه من الأفضل الانسحاب والتغيير وعدم المواصلة للقيام بحمقات إذن هي نهاية مرحلة مع ريال مدريد وتقول أنه يجب تغيير الأمور ربما الخطط وبعد كل النجاح الذي عرفته في سنتين ونصف ربما قد تكون نهاية كذلك مرحلة الجيل وربما يتطلب ذلك تغيير حتى اللعبين بعد رحيلك لا لن أدخل في هذه التفاصيل لن أتحدث عن ذلك أعتقد أنه تشكيل أثبت دائما أنه على شرط كبير وقد أثبت ذلك في السنوات الأخيرة وما سيأتي سيأتي تشكيل أثبت الأخيرة أثبت جدا أثبت أثبت واحضة أثبت تشكيل لن أخرب أثبت أثبت شكيل